أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تالية طبعاً كلام اللي انتم شفتوه مرتفط بمواجهة الأهلي اللي جاية أمام المصري للبورسعيد إن شاء الله يوم الخميس اللي جاية على بلعب برج العرب واحدة من أربع مواجهات متبقية للنادي الأهلي ممكن تقول عليهم في إطار طبعاً التحضير والاستعداد لكاس العالم وهي بالتأكيد مهلة وليلة وخصوصاً طبعاً مع السفقات الجديدة لكن اللي بطلوبه من جمهور نادي الأهلي أو عنوان المرحلة المفترض يعني اللي جاي هو صبراً جميلاً سواء على الأسماء اللي هتنضم إن شاء الله بإذن الله ومنتظر إنها تظهر زي خلد عبد الفتاح وزي كريستو وزي اللي جاي وراهم إن شاء الله بإذن الله أو على لعبتنا اللي يمكن تكون شوية بعيدة أو مش في أعلى مستواتها أنا عارف إنه العرضين الأخيرين اللي قدمهم الأهلي قدام بيرامدز وقدام أمبي طمنونا إلى حد كبير وخصوصاً إن فيهم كتير من نقاط الإجابية وفيهم بعض السلبيات اللي هنحاول نحن نوقف عليها طبعاً مع نجمينا النهاردة في أستاذة كابتن أشرف ممضوح بيشرفنا وبينورنا السامتع بي دايماً وكالعادة مساء خير كابتن أشرف مساء خير أحمد دايماً أنت عارف اللي سعيد وأنا جداً جداً بسعديك الله يا أشرف يعني أبتدي الحقيقة من الخطوتين أو المحطتين الأخيرتين يعني محطتين جم بعد فترة مش عايز نسميها تعثر لأنك برضو في النهاية وارد جاء فيش فريق بيفضل يكسب طول الوقت لكن أنت يمكن في ثلاث ماتشات وراء بعض أنك أنت تخسر ست نقاط منهم ماتشات إلى حد ما كانت تحت السيطرة كانت في المتناول يعني عايز نسميها إيه ماتشات مفترض أنك أنت قادر تحسنها خلت الناس تقلق شوية جاء عرض بيراميدز نتيجة كويسة رغم أن الكورة ما كانت أحسن حاجة لكن التكتك اللي هي بيه مستر كولر الروح اللي كانت موجودة عند كتير من اللعيب المستوى اللي ظهر به السولية السكور اللي انت حققته في نهاية المباراة طم للناس بعد كده عرضة أفضل بكتير قدام أمبي سيطرة واستحواز وصناعة فرص كتير كتير ودي ممكن نحيان نقطة الوحيدة اللي عايزة أقف معك قلقاني شوية وفوز بنتيجة 2-0 شفت التطور ده إزاي شفت كيرف الأداء مبعد ثلاث تعدلات وبعد فوزين إزاي وإحنا كنا هنا قبل مباراة بيرامد استحديدا لو فكر وتكلمنا أنه من أهم النقاط اللي لازم نادي الأهلي يرجع بيها هو الجمهور لو فكر وده بتكملة اللي كلمت النهاردة في بداية الحلقة أنه جمهور نادي الأهلي هو اللي حيرجع الفرقة دي مع غرفة ملابس نادي الأهلي وكلمنا أن اللعبين الكبار في نادي الأهلي هم اللي قدروا مع التجمع اللي موجوده مع التكاتف ومع العودة الروح مرة تانية عشان فنيات موجودة لعبين الجايديين موجودين في نادي الأهلي ولكن أنت محتاج روح جديدة دوافع جديدة عشان تقدر ترجع لمستوكل طبيعي والنتاج الطبيعي ده اللي حصل يعني جمهور نادي الأهلي ما استناش لحظة من وقت التعصر اللي موجود ده من وقت الثلاث مباراة التعادل صحيح كان فيه غضب وكان فيه شوية استياء من النتاج والأداء خلينا نادي النسح برضو أسل الجمهور سعب بزعل مني لما بقول ازبره أو استحمله أو مش وقت ان احنا نضرب أو نكسر أو لازم نعرف دايما احنا ايه هدفنا ونحاول نحاول نحاول لأنه فيه نسحة كمان بتحاول تشتغل على الجمهور يعني بذات على عصر وده بيعمل ضغط كبير جدا جدا وفي النهاية هجيب نتيجة سلبية كلنا هنبقى مادة إيمان صحيح لكن خلينا نقول برضو انه هو الغضب ده بيبقى الدافع بتاعه أشرف انه بيبقى فيه حالة ألأ بالذات في التوقيت ده انت رايح يعني الناس تكون لها عنيها على كاس العالم وعايزة تبقى بجد متطمنة على شكل فرقة ومستويها انه الفرقة دي راحة كاس العالم تعمل حاجل خلي بالك الغضب الكبير اللي احنا شفناه ده والانزعاج الكبير احنا شفناه ده وانت متصدر مزبوط يعني انت متصدر الدوري واخستش على مبارامة واحسن خط هجوم واحسن خط دفاع مش كويس في أفريقيا وبتستعد الكاس العالم المدية ومجلس إدارة بيستعد لصفقات جديدة يعني انت ماشي بشكل رأع جدا ومع ذلك انزعاج وقلق وتوتر وغضب من جميل النادي نتيجة انه خوف على نتاج النادي النادي وخوف على الفرقة بس من الأداء اللي كان موجود هو ده اللي منقوله بس انه الضغط الكبير ده او الانزعاج الكبير والهجوم الكبير ده خلي بالك الجميل النادي متهجمش لعبتنا ومتهجمش النادي ولكن بيبقى فيه غضب على السوشال ميديا احيانا بيوصل للعيبة والجهاز الفاني ان فيه قلق وتوتر وغضب كبير جدا عند الجمهير ده بيسبب عليهم ضغوط كبيرة جدا وده اللي دايما بنقوله انه جمعا براح شوية علشان لعبتنا قادرة انها ترجع وقادرة انها تعود لمستوى مرة تانية وتقدر ترجع للنتاج الجيدة اللي شفناها في المباراتين اللي فاتوا انا شايف ان طبعا جمهير كان سبب كبير جدا جدا هنرجع لسؤالك تاني طبعا جمهير كان لها دور كبير جدا غرفة الملابس نادي الاهلي واللعبين الكبار كان لهم دور كبير جدا في اللعبة ترجع مرة تانية ميستر كولر والعودة مرة تانية للتنظيم اللي ابتدى بالموسم في 4-5 لقاءة الاولينين قد ايه كنا متطمنين جمهير النادي الاهلي متطمنة بشكل رائع جدا انه لا فيه شكل وفيه اداء وفيه طريقة بيلعب بها النادي الاهلي تنظيم رائع واكثر من رائع داخل الملعب ادى نتائج واداء كمان للنادي الاهلي اعتقد ان الاسباب دي هى محاجة في بيراميدس ولكن انا شايف ان التنظيم اللي كان داخل الملعب في مبارات بيراميدس يعني افضل بكتير كمان من مبارات امبي يمكان انت لعيبت مبارات جمعة اكتر شوية في مبارات امبي ولكن التنظيم اللي كان داخل الملعب في مبارات بيراميدس والحرص الكبير جدا على طريقة أدائك أمام وطبعا احترام المنافس لا اداك النتائج والطريقة والأداء طيب هحطها لك بقى بالطريقة اللي تيجي ديها أنا كأهلاوي أنا كأهلي المكسب مش بس هو الهدف يعني ممكن في ظروف معينة في مواجهة منافس معين أقبل أنه ملعبش كورتي عشان أوصل للهدف اللي أنا عايزه في بعض الحالات الاستثنائية لكن الطبيعي بتاعي أنا بالنسبة لي على مستوى هقول مصر وأفريقيا والوطن العربي هحددك مصر وأفريقيا الأهلي لا يخشى أحدا صحيح الأهلي أعلى من أي حد ده الطبيعي فإنما بيحصل عكس كده ممكن مرة يبقى day off وارد عتولة الأهلي كلهم في أفضل الأجيال خسروا مطشات وخسروا بطولات بيحصل طبعا صحيح يعني من منطقي لكن أقصد أقول إيه إنه كورة الأهلي مختلفة أو هجومية كمان أنا عايزة في الأهلي يعني ما تبص لبداية الموسم وإنت لسه في بداية الموسم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه في جهاز فني متأكد تماما إنه هو ما كانش آري الفرقة اللي معاه ولا إمكانياتها موسم بيبتدي بعد فترة راحة سلبية كورة الأهلي كت كورة الأهلي في اتحاد المنستيري هنا وهناك كورة الأهلي في الزمالك في السوبر كورة الأهلي ومطشات كتيرة يعني مش بس مطشين ثلاثة فهو ده اللي أنا بقول كيف أقول لك في مطش أمبي حسيت أنه الأهلي قرب شوية من كورة الجمهور المستنيها فاهم عوظي رغم أنك أنت مطش بيرامتز لما اتتفق معاك تماما خصم أقوى المباراة ظروفها أصعب التوقيت بتاعها بعد التلات عدولات يقلقك ويوترك الضغوط اللي على العيبة في قط اللبس كانت كبيرة جدا وبرة قط اللبس من الجرهير كانت كبيرة جدا أنه أنت أي نتيجة في بيرامتز غير المكسب كانت هتخلي الأمور تتطفقا بشكل مش كويس فبالتالي كل الظروف قبل مباراة بيرامتز تقول طبعا أنه مهم جدا نتحق ماكس لكن بأتكلم على شكل الكرة لا أنا كرة الأهلي في أمبي حسستني أننا نرجع زي الأول الكرة الهجومية أنا معك في ده تماما كرة النادي الأهلي الهجومية والمبادرة الدائمة في أنك بتختارق المنافس أو الخصم من كل من الأطراف ومن العمق ومن التزديدات لا فيه كرة هجومية بشكل رائع جدا جدا في مباراة أمبي ودي نتيجة الثقة اللي اكتسبها اللعب النادي الأهلي بعد مباراة بيرامتز أو أثناء مباراة بيرامتز لأنه أنت بشكل أو بآخر لازم تتعامل مع كل مباراة على حدة يعني مباراة بيرامتز احترام المنافس واحترام أنه عنده إمكانيات مختلفة ولعبين مختلفين لا أنت احترامت ده بشكل كبير جدا وأديت مباراة متوازنة بشكل رائع جدا سواء على مستوى الدفاع أو مستوى الهجومي وخرجت بنتيجة ولا أرواع يعني تلات أهداف ولا أرواع عملا كده فيهم كل حاجة يعني فيهم اختراقات من العمق وفيهم تزديدات وفيهم اختراقات من الأطراف وفيهم مهارات فردية للعبين ولعب بطريقة جماعية لا فيك كل ده حصل في إمبارات بيرامتز ضدك السقة الكبيرة جدا في إمبارات إمب أنك ترجع بهذا الشكل اللي بتكلم عنه الكرة الهجومية للنادي الأهلي الطبيعية اللي بيلعب بها من بداية الموسم أنا شايف النادي الأهلي دايما قادر أنه يرجع ودايما قادر أنه يعود لمستوى مرة تانية بس الدروبات اللي بتحصل دي نتيجة أنه فيه منافسين يعني أنت مش بتعب لوحدك في الدوري طبيعي جدا أنه فيه وكلمنا ده كتير أنه الدوري أصبح عنده خمس ست فرق يعني بيدخوا أموال كتيرة جدا جدا عشان مش عشان يوقعك بس وعشان أنت كمان عشان هو كمان عايزي بقى متواجد أنا بشوف أنه طبيعي في مصلحتي أنا كأهلاوي أنا أحب دايما ترتفع بالمستوى لأهلي والبطولة تبقى والأهلي طول ما هو حاسس أنه فيه منافسة طول ما كل واحد يطلق أفضل ما عنده وبالتالي طبيعي جدا أنه يكون فيه من الخصوم أو المنافسين يعني طرق معينة لمواجهة النادي الأهلي سواء طرقة دفاعية أو زون ديفينس اللي بيحصل بعض المبارات هتلاقي فيها صعوبة كبيرة جدا في الاختراقات اللي بنتكلم عنها نتيجة التكتلات الدفاعية اللي بتحصل من بعض الفرق مش كل الفرق بتلعب بنفس الطريقة وبالتالي النادي الأهلي في مبارات امبي رغم التكتلات الدفاعية اللي بتكلم عنها دي احمد لا النادي الأهلي يستطيع يخترق من كل الجهات أو من كل الجهات في مبارات بيرامد زراو من مباركة مفتوحة وسجال يعني ولكن النادي الأهلي سيطر على مجرات الأمور بشكل كبير جدا ويستطيع نحرص ثلاث أهداف والأروح أكثر فبالتالي الموضوع محتاج صبر من جمهور الأهلي الحمد لله نحن متصدرين بشكل رائع جدا بفرقة خمس نقاط كاس العالم أنديا جاي ماشيين بشكل جيد في أفريقيا الصفقات اللي بنتكلم عنها الحمد لله هنتكلم عنها أكيد الصفقات الحمد لله ماشية بشكل جيد وبالتالي صبرا جميلا زي ما قلت لأن ده اللي دايما بنتكلم عنه لازم الدعم بشكل كبير جدا جدا من جمهور نادي الأهلي والمتوقع دائما من نادي الأهلي وأعتقد ظروف مهيئة أنه يبقى فيه دعم أعتقد الأعصاب هديت الناس تطمنت فبالتالي الدعم المعناوي والنفسي من جمهور نادي الأهلي لأن الحقيقة لازم حي في كل مناسبة جمهور نادي الأهلي بيحضر في مدرج من المدرجات وبيحسس أنه الاستاذ مليان حقيقة الناس دي نموذج على الحب والانتماء لنادي الأهلي ومعندي شك حتى لما بيروحش برضو نفس الحكاية لكن عايزين الحالة دي تبقى وصلة دائما لفرقتنا والجهازنا الفني واللعي هقف بس في ملاحظة أخيرة بقى في المطشين دول على بعض أنت المطشين دول أحرصت خمس أهداف موافق جدا بس تقبلت هدف برضو موافق جدا خدت 6 بونت موافق جدا جدا لكن عندي ملاحظة في 180 دقيقة أنك تصنع 17 فرصة مؤكدة ما تسجلش منهم غير 5 دي بالنسبالي أو بالنسبالك أنت حاجة مقلقة ولا المعدل طبيعي ولا في حاجة محتاجين يشتغل عليه خلينا نتكلم أنها حاجة طبيعية أنت بتوصل كثير وبتضيع كثير لكن بتحرز أهداف وتخرج بنتيجة اللقاء أنا عارف أصدق أنه يعني فلسكا بضيع كثير خلي بلك أن دي مشكلة كبيرة جدا بتواجه دايما اللعب المصري في إنهاء الهجمات مش بس عندنا في نادلال عندي مشكلة كبيرة جدا في التركيز في إنهاء الهجمات في مصر تحديدا في اللعب المصري حتى مصر كورور يعني بيتكلم دايما إنه محتاج إنهاء الهجمات بشكل كبير لأنك بتوصل كثير ندلال من أكتر في رئي بتوصل مش بس في المبارتين دول عموما بشكل عام أنت دايما بتهاجم دايما بيبعندك المبادرة بالهجوم ولكن إنهاء الهجمات فيه مشكلة لأ محتاجين نشتغل عليه طبعا أربع هداف لعيبة خط النص أفشا والسلية والديانج وهدف وحيد طبعا وهذا طبيعي في طريقة اللعبة الجديدة القدمون من الخلف دايما بيبعندهم فرص أسهل وأفضل إنك تحرز لها دايما كنت على هدف ديانج في بداية الحلقة ده مميز جدا منح لها هدف الموسم لغاية ماشاء الله ربنا يقدر يعمل دا كل مباراة ديانج عنده القوة والسرعة والمهارة والفينيش ليه جوال كتير جدا وليه طلعات كتير حتى لو مخلص أو مفنش واشتغل عليها بشكل كبير ساعده خدرة ديانج تلاتة اربعة جوان جوان جوانين تلاتة كل مباراة يعني لو يعني ما عرفش دي بقى قصة مستر كولر بالتأكيد يعني أعتقد بعد مشافة أعتقد كمان لازم تشتغل وتراهن على ده لأن الولد امكانياته تسمح بده أعتقد أنه دا شغل جهاز الفني لأن انت شفت السولية وديانج في آخر مباراة ثلاثة لأ عندهم الزيادات دي خلف المهاجمين وعندهم يعني أوامر بالتزديد أو تعليمات بالتزديد من خارج منطقة الجزاء والتكملة خلف المهاجمين لأ عندهم دا وعندهم الإمكانيات التي تجعلهم يحرزوا أهداف ويصنعوا الفرق مع النادي العلي خلي بالك لو تكلمنا عن أجيال قبل كده من أكتر الناس كانت تحرز أهداف هي لعبة وسط المرحب يعني كلمنا عن حسن عبد الرب وكلمنا اللي كان عندهم قوة في التزديد وتركيز وضقة فيها بيحرزوا أهداف اللي تقدر تعمل دا وعندهم الإمكانيات سولية وديانج حتى حمدي فاتحي ممكن شوية أقل في دي في نحلة جمية ولكن على فكرة حمدي بيزيد جدا بيزيد وبيزيد 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 وإحرز هدف أهداف رأسه ربما هو مش طويل بس النادي الأهلي هدف دربات رأسه سولية وديانج عندهم الامكانات الكبيرة جدا وعندهم اللي يقدروا يصنعوا بيزيد فعلا مع النادي الأهلي في تكملتهم مع أو خلف المهاجمين سواء من التزديد أو المرور والانفراض اللي حصل أو الانفراض اللي حصل زاد يعني طيب عايز أروح معاك لمطش المصري بشكل يعني فيه تفصيل أكتر ويهمني كمان أبص معاك على اللي جاي لأنك ما عندكش 4 مطشات قبل ما تروح لكاس العالم مطلوب منك فيهم حاجات كتير يعني أولها طبعا أنك تكسر عندك مطشات في الدول يعني عندك مطش في الكاس وكلهم بالنسبة للجمهور كمان يعني ناس يهمها تشوف مستوى يطمنها على إن شاء الله الكاس العالم هتجرب لعيبة جديدة هترجع لعيبة جاهة من إصابة ملف كبير معقد هلن نتكلم فيما أشرف كابتن أشرف منضوح بس هتسمحون نفصل ونرجع لك على طول